شيخ محمد تحدثت مع الدكتور نبيل شبيب عن هل الإشكالية معنا في الغرب بثقافته مكتملاً أم أن الغرب قسمه البعض إلى الغرب المجتمعي وهو لا يناقض أو لا يعارض بشدة المجتمعات الإسلامية والفكر الإسلامي ولا حتى كأس العالم ولا يتنمر على إنما جاء ليستمتع والغرب السياسي الذي هو بالفعل أو الرسمي الذي هو بالفعل أعطى لقطر حقية تنظيم هذا الكأس وأعطاه إلى حضارة مثل الحضارة العربية وإسلامية والغرب الإعلامي الذي هو يقود هذه الحملة هل أحضرتك أيضاً مع هذه التقسيمة أن ترى أن الغرب يؤخذ بكليته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبطبيعة الحال لا نأخذ الغرب جميعاً يعني على اعتبار أنه جميعهم يفكرون على نمط واحد أو طريقة واحدة لكن نحن نتحدث عن الشيء الأغلبي يعني القضية الأغلبية الموجودة في الغرب اليوم عندما وجدنا في هذا المنديال نوعاً من الحماس الشعبي في قطر للحفاظ على الهوية وتجسد ذلك في اللافتات وفي الدعوة إلى احترام هوية قطر والهاشتاغ الذي خرج يعني بطبيعة الحال يعني هذه المسألة ينبغي أن تكون محطة تقدير واحترام للذين يؤمنون بالتنوع الإنساني أو البشري لكن عندما تجد أنه هناك يعني الآلة الإعلامية كلها أو في معظمها تتجه للحملة ضد قطر لا لشيء إلا لأنها منعت التباهب المثلية والشدود ولأنها يعني لم تريد للناس أن يشربوا الخمورة في الأماكن العامة هنا القضية الأساسية في مشكلتنا مع الغرب هي جوهر الصراع بيننا ومن الغرب أن الغرب يرى لتفوقه الحضاري في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والفلسفية ونحو ذلك والتكنولوجيا الحديثة يرى نفسه قيماً على البشرية في ما يسمى بالأخلاق العالمية بمعنى أن الغربيين صاغوا شيئاً اسمه الأخلاق العالمية هذه الأخلاق العالمية التي تتعدى الفطرة الإنسانية والتي تحاول أن تبحث عن هوية جديدة في مفهوم الإنسان نفسه يرى الغربيون بأن هذه البضاعة التي أنتجوها اليوم أو التي توصلوا إليها هي البضاعة التي ينبغي أن تكون رائجة عالمياً بحسبان أنهم تفوقوا علينا حضارياً فيما يرون في الجوانب التكنولوجية والعسكرية والإعلامية وغيرها وبالتالي فهم يرون بأن الأخلاق العالمية هي ملك الأقوياء أو ملك المتفوقين حضارياً وأن المتخلفين في الجوانب المادية الحضارية هؤلاء ليس لهم الحق أن يصوغوا أخلاقهم أو أن يتمسكوا بقيمهم وأن الوقوف هؤلاء أمام ما يسمى لديهم الأخلاق العالمية أن هذا نوع من التمرد على الحضارة ونوع من التخلف الذي لا يقبلونه هذا جوهر الصراع وهنا الله سبحانه وتعالى عندما يقول إن الكافرون إلا في غرور هذا هو ضرب من الغرور يعني هذا الذي يفعلونه اليوم في محاولة التسويق المثلية عن طريق الألعاب الرياضية عن طريق التجمعات الاجتماعية هذا